السلام عليكم ازايكم يا احلام طبعين عاملين ايه النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض مجموعة من الانشطة الورقية للعناب الاسنان اه وزي ما اتفقنا كل فترة هنزل مجموعة من الانشطة تكون كلها عن مجال معين او عن فكرة معينة اه تمام هبدأ انزلها في فيديوهات شورتز وبعد كده هنزل بقى الفيديو المجمع وانتظروا اخر الفيديو اه مفاجئة اه اول حاجة ده ماسك طبعا البطرونات انا هنزلها على صفحتي على الفيسبوك وعلى قناة التليجريم اللي حابب ان هو ينفذها هبدأ ان انا افرغ البطرون ده بس انا بفرغه بسيب جزء كده علشان انا حاب ان رسمة الاسنان تباد تمام ولونها بقى طبعا وبعد كده هجيب شليمو هبدأ ان انا الزقب الطريقة دي وهكده هيبقى عندي قناع او ماسك للاطفال دي الفكرة الاولى الفكرة التانية بقى الصورة دي هبدأ برضو ان انا افرغها بس همشي على الاول على شكل الرسمة كده علشان توضح معي لان الشكل ام كانش واضح قوي فانا هيجبت قلم اسمر وهبدأ ان انا امشي على التفاصيل علشان الرسمة توضح معي تمام بعد كده بقى هبدأ ان انا قصها بالشكل ده وهلونها كل واحد يلون بالالوان اللي هو حبيبها طبعا وبعد كده بقى بالقطر هعمل فتحتين بس وادخل الفرشة بالشكل ده ده كده نشاط او للاطفال هنوضح لهم اهمية العنايب الاسنان تمام الفكرة بقى اللي بعد كده هو نشاط يحلوه تمام بعد اما يلونه بقى يبدأ الطفل بقى يحلو بالطريقة دي بجد الانشطة دي على قد ما هي بسيطة بس بجد بتحس بروحها نفسية جدا وانتو بتلونه يعني وانا بقدي النشاط او بنفزه كنت حسة ان انا مبسوطة جدا النشاط اللي بعد كده برضو ده نشاط عن الاسنان هبدأ ان انا الونها بالطريقة دي وبعد كده بقى هتنيها اهو هزبطها كده عند الاسنان وهتنيها الجوه تمام اهو بالشكل ده ونبدأ بقى نفتحها بالطريقة دي كل الانشطة دي حلوة جدا وسهلة وبسيطة ولذيذة جدا والاطفال هي تحبها وخصصا ما في الاجهزة بقى يسلوا وقتهم في حاجات اه منها بيلونوا ومنها بينفزوا انشطة وسهلة كده وبسيطة هتبقى لذيذة او بالنسبة لهم تمام ده انا لونتوا منها اول حاجة هستخدمه كنشاط للمطابقة وممكن كمان اقفلوا بقى واعملوا اه زي تاج كده للاطفال اه ولو اه التاج ده هيبقى صغير ممكن الجزء اللي تحت ده بدل ما نقصه وفرغه الزق الجزئين في بعض ويبقى تاج كبير تمام ممكن نعملوا بقى هدية للطفل لما يوظب على غسل اسنانه لمدة اسبوع مسلا هتبقى هدية حلوة وجميلة قوي وهتشجعوا كمان النشاط اللي بعد كده بقى ده بطرم برضو هبدأ ان انا اقفرغه بالطريقة دي وبعد كده بقى هاقصه والزق بالجلو هقفل الجوانب كده واسيب جانب واحد بس اللي هو الجانب اللي تحت هو المفتوح وعلشان الفرشة تثبت اكتر فانا لزقتها بالشالمون وده ممكن يبقى نشاط عاملية عشان اوضح للطفل ازاي يغسل اسنانه هنا بقى موجود ترتيب باستخدام الفرشة اول حاجة جيب المعجون والرسمة التانية هجيب الفرشة والرسمة اللي بعد كده استخدم الكحول او الغسول يعني بتاع الاسنان تمام برضو كل الانشاطة دي ممكن ان احنا نفاهمها للطفل ونوضح اهمية غسل الاسنان وكمان يستخدمها للتلوين وهيبقى النشاط لزيز قوي هنا بقى فكرة مختلفة اول حاجة طبعا البطران اللي لو انتم جبت بقى من كتب بناتي بمان انهم خلصوا جبت صورة تكون حجمها مناسب للشكل اللي عندي ممكن تستخدموا الصور اطفالكم لو حابين شجعهم اكتر يعين زي ما قولتو لكم الطفل اللي يواظب ازبوع او موضوع معينة على الغسل اسنان وممكن نقدم الحاجة دي كهداية ليه هينبسط بيها قوي هيفرح بيها جدا الفكرة اللي بعد كده بقى برضو دي مجموعة الخضروات او الاكلة المفيد للطفل هنبدأ ان احنا هنلون لاول البطرن بالشكل ده وبعد كده برضو بالقطر هنعمل فتحتين وندخل بقى فيها الحاجات بالشكل ده ونبدأ بقى ايه نعرفهن ده الاكل الصحي والمفيد للطفل او للاسنان عموما بعد كده بقى ده ده نشاط عادي جدا اه اسنان ومعجون وفرشة النشاط تلوين عادي جدا اهو بعد كده بقى الاكل الصحي اللي بيخلي الاسنان آآ مبسوطة وسليمة وسعيدة والاكل الغير صحي اللي بيخلي الاسنان آآ حزينة وآ كمان ملوسة تمام وممكن بقى الطفل يلونها وبيبدأ بالجلوب كده يلزقها انا عملت طبعا الحاجات دي بس انت ممكن تخلو اطفالكم يساعدوكم اولو في الروضة آآ يعملوها هما بنفسهم بجد النشاط ده الاونشاطة دي حلوة جدا ومسلية جدا آآ وده بقى نشاطا مطابقة بدأت اول حاجة الفرشة آآ لو انتهى بنفس فرشة البنات وبدأت ان انا اطبيقها كده بالشكل ده وهنا برضو معجون الفرشة برضو هبدأ ان انا اطبيقها بالمعجون بتاحهم والفرشة بتاعتهم خليت الالوان يعني بنفس الالوان الفرش والمعجون علشان آآ تلفت انتباههم اكتر تمام وده كمان اخر نشاط بقى المطابقة بعد ما لونته بقى بالشكل ده هبدأ ان انا اطبيق اهو وده الغطاء وده الفرشة انشطة صهلة جدا جدا وبسيطة وده بقى ممكن نعمله ككادو او هدية للاطفال برضو على شكل اسنان زي ما قلت لكم الطفل اللي يواصب على غسيل اسنانه آآ على مدة تكونوا ماتفقين عليها ممكن هنا بقى نحط لهم فيها هدايا شكلها هيبقى لزا جدا عجبت اطفالي وبإذن الله هتجب اطفال كنتو كمان هتشجحهم كمان على غسيل الاسنان وانا هما يفتكوا يغسلوها على طول ومش بس الاسنان فيه انشطة اطنية كتير جدا جدا ان شاء الله الفترة اللي جاية اهو تمام هبدأ ان انا نقفلها بالشكل ده وكمان هقفلها بقى بالجلو علشان يبقى عندي زي بوكس كده هدية صغير اهو هلزق كده الجوانب بالطريقة دي كده بقى عمدي زي بوكسو صغير كده قدر ان انا احط فيه بقى ايه ايه دي انا حباه للاطفال اهو وبما انهم بنات فانا حبيت ان انا احط لهم ممكن نحط لهم سبحة على فكرة الحاجات دي هما اللي عملوها بالخرز تمام السلسلة العقد الحاجات دي هما اللي عاملينها بنفسهم بس انا انا حبيت اوريكم الفكرة ممكن نحط لهم هدية بسيطة جدا انت بسيطوا المتعجبهم ودي فكرة جديدة برضو الشكل هبدأ ان انا هالونه بعد ما لو انت بقى انا جبت فوم لونه ابيض وهبدأ ان انا هقصه كده على شكل اسنان بس تكون شكلها حجمها كبير شوية عشان تبقى ملفتة اكتر وتبقى مسلية كده لاطفال ممكن بقى في اطفال بتستخدم الفصولية الطويلة كنشاط يعني من استخدامه من ادوات البيئة يعني بس انا بصراحة ما كانش عندي فانا استخدمت الفوم وعملت بيه اسنان تبقى حجمها كبير كده عشان تبقى ملفتة يعني لاطفال تمام قد ان انا هالزقها بمسدس الشمح وممكن تستخدموا بقى الفصولية لح تبقى شكلها هعمل زي شكل الاسنان كده ويبدأ الطفل ان هو يلزقها بالجلوب اهو وده بقى اخر نشاط للانشطة الصحية والاكل الصحي والغير صحي طبعا البطرونات مخلصتش على كده فيه انشطة كتير جدا جدا بس انا حبيت اكتفي بالحبة دول لان انا حسيت ان الفيديوهات القصيرة طولت قوي فانا حبيت ان انا اقتصر لحد كده في انشطة الاسنان وناخد بقى بريك لانشطة تانية وبعدين نبقى نركح لانشطة الاسنان تاني فوقتي تاني هبدأ بقى قصهم الاكل الغير صحي كده هبدأ ان انا يلزقوا حوالين الاسنان بالشكل ده طبعا الاطفال بقى هم ينفذوا الحاجات دي تبقى لذيزة جدا بالنسبة لهم وكده تكون كل الافكار خلصت معي ودي بقى كتل مفاجئة انا حطيت لكم البترونات هنا عشان اللي حابب ينفذها او اللي حابب بياخدها يعني سكرينشوت او يرسمها هو بنفسه وكمان زي ما قلت لكم البترونات غير النهية موجودة في الفيديو انا هحطها لكم تحت في صندوق الوصف الاسفل الفيديو اه سواء على قناة تلفز او على قناة الترقجام اتمنى تكون فيديو النهاردة عاقبكم مستفيدتم منه ولو عاقبكم الفيديو متنسوش تعملوني لايك وشيروا وسبسكرايب ومع السلام اشتركوا في القناة